ثم أحبائي نرى أن الصليب لم يكن ضعف بل قوة تعرفوا في كورونتوس الأولى الإصحاح الأول كورونتوس الأولى الإصحاح الأول خليني أبتدي من آية 18 مكتوب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ألم يجهل الله حكمة هذا العالم لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليهود جهالة وأما للمدعوين يهودا ويونانيين اللي آمنوا طبعا فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس طبعا حاش أن يكون الله ضعيف ولكن هنا أحبائي ليثبت نقطة معينة هذا أسلوب بولوس الصارخ والصادم حتى يوصل حقيقة مهمة جدا يعني مثل ما بقول في كورنتوس الثاني إصحاح 13 وهو يدافع عن رسوليته في آية 3 إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضا يعني بوصل الحقيقة اللي بيحاولوا بيجادلوا عن علامات الرسول فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم يعني لدرجة حتى الضعف الله هو أقوى من أي قوة في هذا الوجود يعني أو إذا أنت بتزعم أن هذا الضعف حتى الضعف هو أقوى من أي قوة وإنه في الصليب هو قوة الله وحكمة الله وخلاص وفداء الله فإذا نحب بقي قوة المسلوب منشوف عدة أمور على الصليب المرة واحد المسيح مات في الوقت المعين لا قبل ولا بعد في اللحظة يعني في دخول السبت في تقديم حمل الفس كان بالضبط بالضبط أسلم الروح والأحداث اللي تمت عند الصليب قوة الصليب مكتوب الشمس أظلمت والأرض تزلزلت والصخور تشققت ويقول كتاب أيضا انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل تقرأ هذا في متى 27 من آية 50 لآية 54 وخمسين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر